طفلة مساء الخير السلام عليكم أخواتي أخواتي معليش مساء الخير مساء الخير تكلمين أخوك السلام عليكم أخواتي جيتي من الجلفة من الجلفة أحكي لي كيف جيتي هنا تعزيي معه من جيتي وراء مولادك بناتي وابني أربعة بنات وطفل الله يبارك وهذه البنت اللي ضاعت يعني رهي عاقلة عندها أحكي لي كيفاش حتى ضعت من بين يديك خرجت لعم على أولاد ما كانش عشر دقايق ما لقينهاش ما لقينهاش أخ ما انت بتيش لها قلتي وراهي ما كانش من خاوتي ردوا هاليا لا تخافوا ربي ردوا هالي بنتي وعلا يعني أكيد تقولي هكذا الحاجة بنتي قلبي راه حيسة راهي حية بنتي راني حيسة حية ردوا لي بنتي ردوا لي بنتي خاف وربي خاف وربي احطوها في بلسة معينة ونجو ندوها يعني ركي شكها بالي اختطفت يعني مخطوفة بنتي حوسوا في ذاك البلسة ما راحش لي البيت بنتي ما راحش لي البيت بنتي ما كانش عشر دقائق ملقيني هاش وش يقولوا الجيران يعني وش يقولوا الناس شهود العين احكيلي رحتي خرجتي انتي تحوسي خشيتي البيت الجيران سقسيتي حكيتي حكيلي سقسيت خالتها خرجت خالتها من انا ما خرجتش سقسيت خالتها وراي خالتها شوفوا الحلة بابها شوفوا الحلة بنتي شوفوا السراء يرلم نقل بها طعا قانية آنت شويت أنت نقول وجه ربي أردوا لي بنتي أردوا لي بنتي إن شاء الله إن شاء الله تقع هذه الكلمات في نفس إن شاء الله مؤمنة إن شاء الله تكون هذه الكلمات جدا معابرة من أم ثكلة لحد الساعة هي ضيفة بولاية تصطيف تمنى إن شاء الله أنها ترجع لها وبين أحضانها في أسرع وقت وكما شفت أن الكل لم يقصر حتى الدرك الوطني منذ ذلك الحين حماية المدنية الكل في أهبة الاستعداد تأكدي أنك لا يوجد وحدك يا أمي وإن شاء الله بإذن الله أنه ترجع لك بنتك يعني قولي لي وتسامحتي يعني وأنا يعني نعتدر من أنك أننا نقاطعوك يعني في هذا الألم الشديد وأنا نشاركوك فيه وكل قناة النهارة هي معاك ما تأثر بيك قولي لي فقط يعني أنت يا هذه الطفلة يعني ما عندهاش مرض ولا ليس لديها مرض لا كيانش معاديش مرض بنتي لا يبس عليها يعني خرجتها مشاتي يقول وشود العيان أنا مشاتوا دخلت حتى في مصنع وخرجتها مشات مع الجاج وشافتوا لعبتوا تحب الحيوانات بنتي تحب الحيوانات تحب الحيوانات تكون يعني كشمتها لعبة هكذا أكبر عنده كنا نقاط مربيين ومعها وتلعب بي هكذا تحب الحيوانات بنتي تهدر تعاف تهدر تعاف لي سقسيها ولقيها تقول لها وش لا قد تعك تقول لك حمادي سيدرا شوفوا العلد بنتي شوفوا العلد ببيع شوفوا خفوا ربي دين قولينا هي أسرة من ميسورة الحال أين نتواجد بها عند بيت أهل أختها يعني اللي هي حتى بالترنيت يعني أسقف يعني بي ربما حتى أنه المقام لا يسع أنها استقبلتنا يعني في ضيافة يعني لا يمكن حتى الغرف جد وضيقة ما اضطرهم يعني إلى خروج إلى ربما البهو إلى خارج يعني في أتراب وين استقبلونا يعني هدا يعني مأساة فعلا إن شاء الله هي زميلتي كما نشوف يعني نسمحينا نشوف الأختي تعطينا تفاصيل أكثر حول يعني تعطينا الاسم الكريم أحكي لي كيف شرحت الطفلات عارف في مأتم طيب إلى الجنازة نعم توقيت عجزك توفيت ايه جا تخطي ايه احكي لي كيفاش وش صراحةك كفا خرجت خمسة دقايق بركة احنا جريت عقبها عرفت اني حوص منها انا كنت نغضب خرجت طول نجريدة ما خشيتيش عند العشرة ايه حوصت كلهم والله دخلت لي مفركت فيهم حوصت عليهم ونبكي نبكي روح ونضيح ثم الآن ايه 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 قلبو وش ايه 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 قلبو ايه اسم اسم ايه اخوتها الكبيرة اه اختك كيف أختيك مع أم حكمتي هاش أنتي أختيك؟ ما كنتش معهم كنت هنا يتوى الخالتي جنة عمي العيد قالنا وراه يخدكم صغيرة قلت له ما لابنيش مجتناش عند ذرك ثلاث أيام ما لابنيش وراهي لي يلقاه يجيب هنا أنا ما نشوفيك مالك شي يعني أختيك مالفا تلعب معك مالك مجتش توالك حوستاني قبلك خرجت من حد الساعة ما لقيتو حتى تخبر يعدي مالغي ناش إذن كما كنتم تشاهدون يعني هي مأساة فعلا مأساة هذه العائلة التي جاءت منها ربما من ولاية الجلفة هي من الجزائر الكبيرة العميقة هذا يعني الكل يشهد لهذه الولاية ليعرف سكانها الطيبة والأخلاق لجلنا نحن الولاية التصطيف نتمنى أيضا نحن كمراسل تلفزيون نهار نوجل نداء لكل من يعني أحرار لهذا الوطن وكل يعني من له يد أنه يشوف هذه الفتاة وهذه البنت يعني ضائعة ولا إن شاء الله ما تكونش يعني مثل ما قالت أمها أنها ضاعت في الويد ولا ضاعت في ربما أماكن خاطرة لي إن شاء الله تكون حية ولي تكون في أيدي ربما يعني ويرجحها لأهلها وحتى الناس هم طيبين ويعني بكل يعني هدوء وهذه يعني ربما تبقى نفس نفس اللي ربما حرمها نعم نعم أحلام نعم 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 هو يحضر معي أيضا والد سيدرا هو تدخل معي في صباح ربما أيضا قلنا كلمة يعني يعني أنت وش شركة شفتها وش تخدم أنت يا أول السلام عليكم من أبي حمد وسيدرا هذه زوجة نتاعة يا هذي أخوات أخوتات رانا في حيرك بينا نطلب من خيوتنا صاحبنا الزازيريين يرجعوا لي بنهيتي برك ماني نحوسها لحتى هي بنهيتي راني شاك في أدركوا يا هزين هكذا اللي يديها اللي يكذا رجع لقابنهيتي برك مسامح خيوتنا كامل نحفظ الصحابة زني نشكرهم الحمير المدني يا درك الوطني الشعب كامل بس صاحنا إن شاء الله نطلب القاش نشاء الله رجع لقابنهيتي برك ابنهيتي برك شعوري السلامة برك روني بسماء أي واحد حطانا في أي مكان في أي بلاسهم بسماء خيوت كامل راهم ويمتها ما يصاب راهم خيوت القاش راحنا في حيرة كبيرة رانا في حيرة كبيرة جاي نقن حزو برك زيارة بولي ستي وجينا نعزو ونعدنا في مشكلة إن شاء الله يا ربك إن شاء الله تدخلوا علينا بالخير وتخرجوا إن شاء الله وبنتكم في أحضانكم يعني كما كنت تستمعين زميلة أحلام هي نداءات استغاثة من هذه العائلة لكل أحرار الجزائر إن شاء الله البنت تظهر ويكون يعني الخير والطيبة في قلوبنا كما يعلم الجميع ويعلم العام الخاص على قلوب الجزائريين أين ربما كنا نتوجد بهذا الدوار ببلدية مزلوق ربما أيضا يعني العزاء هذا يعني ما زالت يعني العزاء في هذا البيت ولكن تحول من عزاء إلى عزاء آخر يعني نعزل هذه العائلة لهذا الألم و هذا المصاب الجلل إن شاء الله إحنا من جهتنا إن شاء الله رانا وقفين وصهرين على أن ننقل كل كبيرة وصغيرة ونبقى في حالة البحث وتقصي حول هذه الفتاة الضاعة وسنوفيكم بكل ما هو جديد حول التحقيقات في النشرات اللاحقة إن شاء الله شكرا أحلام